وكمان اللي عاوز أسأل أوظيف أنه في العهد الجديد خدمة يسوع أنه كل شخص أجل عنده شفاة بالضبط وذا سؤال أحد الأسئلة أنه أنا عايز أعرف مشيئة الرب الرب يشفيني وعايز يشفيني أقدر أن أنا أسأل نفس السؤال دوت هل يسوع كان بيعلن الرب يسوع المسيح كان بيعلن مشيئة الله الآب نعم طيب سؤال زي ما حضرتك قلت كده عايز أسأل المشاهد كم حالة نشوفها كده كم حالة حصلت أنه شخص أتى للرب يسوع وقال له للرب لا أصل مش بالضبط كده أنك المفروض تشفى أصل يمكن فيه موضوع تاني أصل الرب عايز يقدبك أصل 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 أمور كتيرة ممكن الإنسان يخرج بها بنات استنتاجات لكن أنا عايز أعرف مشيئة الله الآب أشوف كم حالة أتت إلى رب يسوع ورب رفضها أو قال لها لا أو مش دلوقتي أو بعدين حتى الحالات أسف أقطع حضرتك لكن حتى الحالات أنه في وقت يبدو أن الرب يسوع كأنه في البداية كده أنه ما كانش مهتم أنه يشفي زي المرأة الكنعانية مثلا أنه لا 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 الكلام ده مش ليكي خليها للخراف إسرائيل لكن أنت يعني زي مثلا الكلاب تعبير كده كان بيستخدم مش عشان الرب بيقلل منها لكن إزاي أنه ده شخص زي الكلب اللي في البيت الحميم وكل حاجة بس كان الرب كأنه بيزق إيمانها هل أنت حتشكي في ماشية الله وده اللي في أعلن بتشوفه أن الرب ما طوبش حد زي المرأة الكنعانية أنه ما شفتش في كل إسرائيل حد عنده إيمان إيمان يعني إيه كان هنا أنه وحدة كانت واسقة أنه مليون في المية حتى لو أنت يا رب في وقت بتقولي كده أنه لا الشفاة مش لابنك وده لناس تانية وكده لا أنا عندي مصرة وعندي يقين بكل تأكيد أنه أنا حاخد ده الشفاة ده حتى بالنسبة أنك تشفيني ده زي كأنه حد بياخد من الفتاة ده أقل حاجة عندك أنك هتديني بس هتشفيني يعني هتشفيني